اشتركوا في القناة كريم اقخان في الحفل الذي اقيم في مدينة قازان الروسية وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة هيئة البحرين للثقافة والاثار وكفة منتسبها على هذه الجائزة واشهد بالجهود الطيبة التي يوصلون بذلها في سبيل الحفاظ على التراث الوطني العريق والمعالم التاريخية التي تتميز بها مملكة البحرين مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالمباني والبيوت الاثرية وحياء المدن القديمة لما لها من ملامح عمرانية تعكس هوية البحرين الاصيلة وما تزخر به من تراث انساني وحضاري رائد وقد اعربت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة عن خالص شكرها وامتنانها لما يوليه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من دعم متواصل لقطاع الثقافة والتراث في المملكة وقالت ان حصول البحرين على هذه الجائزة يأتي ثمرة جهود مستمرة منذ سنوات لعادة احياء مدينة المحرق القديمة بدءا من عمل مركز الشيخ ابراهيم للثقافة والبحوث ومن ثم عمل هيئة البحرين للثقافة والاثار حيث تكتسب المدينة عاما بعد عام اهمية عالمية وبالاخص بعد تسجيل مشروع موقع طريق اللؤلؤ الذي لا زالت تعمل هيئة البحرين للثقافة والاثار على استكماله على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 2012 كما ويحقق مشروع احياء منطقة المحرق بنية تحتية اساسية للمواطنين القاطنين في المدينة ويشجع الجيل الجديد على العودة للسكن والاستثمار فيها كما اطلعت جلالته على المبادرة التي تستعد هيئة البحرين للثقافة والاثار لتقديمها للاحتفال بعيد الوطن المجيدة والاحتفاء بالذكرى العشرين لتولي حضرة صاحب الجلالة مقاليد الحكم في البلاد وذلك عبر تنظيم اوبريت غنائي كبير تحت عنوان الرسالة العشرون بقيادة الفنان القدير خالد الشيخ وبمصاحبة مجموعة من الفنانين البحرينيين بمسرح البحرين الوطني خلال الشهر ديسمبر المقبل وعرب جلالته عن تقديره لمبادرة هيئة البحرين للثقافة والاثار والتي تأتي ضمن رسالتها الوطنية المخلصة وحرصها على المشاركة الفاعلة في كافة المناسبات الوطنية بالاضافة الى اثراء الحركة الثقافية في البلاد بكل ما هو مميز متمنيا جلالته لرئيسة الهيئة وكافة العاملين في هذا القطاع دوام التوفيق واستمرار التقدم والنجاح اشتركوا في القناة